والله أنا كنت أتمنى أنا كمان يبقى الأخبار الحلوة وبس لكن للأسف bad news is news معظم الأخبار اللي بتتنشر وبتشغل الرأي العام هي الأخبار الصعبة والسيئة يمكن لفت نظرنا جداً الخبر اللي أريناو شغل الناس ورأي العام حوالين الحادثة اللي حصلت على طريق سهل حشيش الجونة الحادثة دي طبعاً كان تصادم سيارتين واحدة ملاكي والتانية تاكسي أجرى حصل تصادم أدى إلى وفاة فتاة يعني في بداية الأربعينات وعندسة شابة كلنا تتابعنا التطورات اللي مرت من أول يوم لحد النهاردة لكن يعني إحنا عندنا آخر الأحداث اللي حصلت النهاردة يمكن يا خيري اللي تم إعلانها وهو إن نيابة أمرت بإحالة الملف والمتهم للمحكمة الجنيات طبعاً وكان النص يعني خاص اللي قدمته النيابة خاص بأنه كان بيحرس جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وده طبعاً تسبب بإهماله ورعنته وعدم إحرازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق وهو بيقود سيارته تحت تأثير مسكر ومخدر الحشيش وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر وقيادته سيارته بحالة ينجم عنها الخطر قصة أنا عايزة أخد زاوية تانية خالص طبعاً خالص العزاء لأسرة ماي إحنا كلنا زعلنا عليها بنت زي الورد مهندسة نجحة جداً فقدت حياتها في لحظة أهلا بيستنوها ما رجعت لهمش ده شيء مؤلم جداً ينفع كلنا نتعاطف معاها ونتأثر جداً وينفع أن نطالب بمحاكمة عادلة للمتهم في هذه القضية لكن اللي لاحظتوا يا كريمة هو استخدام السوشيال ميديا واستخدام القنوات المغرضة ضد مصر على أن المسألة فيها مؤامرة وإلحق ومش هيتحاكم مش هيتمسك يا جماعة مجرد أن الحادثة وقعت الشرطة المصرية ألقت القبض على المتهم انتقلت لمكان الحادث عينت وحرزت وأجرت تحقيقتها وأحالت المتهم للنيابة والنيابة حققت وحبست فوراً وأحالت للمحكم فين السرعة دي في أي مكان يعني أنا عايز أقول ملاحظة بس في الفترة الأخيرة الجرائم يتم الكشف أنا بسرعة شريعة جداً الشرطة المصرية واضح أن بقى عندنا أدوات ومهارات يعني فعلاً لفتل النظر أي قضية بتخلص على طول بيجيبوها بتروح النيابة النيابة قبل الرأي العام بتكون خدت خطواتها وحققت وأحالت صحيح بدون أي فكرة الانتشر على السوشيال ميديا والأماكن اللي إحنا قلنا تناولة الموضوع بشكل غريب أو يخلينا نحط علامة استفهام فين المحاباء اللي تنبت في أعمال وبيتدخلوا مين يقدر يتدخل عند الشرطة ولا عند النيابة ولا عند المحكة صح لا يوجد أي شبت حتى محاباة حتى هذه اللحظة ويعني يمكن التطورات بتاعت النهاردة ولا هتحصل احنا دولة قانون في قانون بيقول حد غلط حيتحاسب الشرطة عملت شغلها النيابة عملت شغلها هننتظر القضاء هيقول ايه احنا مع القضاء هنقول لكو الحب في إجراءات ايه مطلوبة تانية مصر دولة تحترم القانون ونحن نحترم القانون بلاش نعمم بقى ونعملها ايه ليلة والحق والقانوات التانية قاعدة تقول لك والفساد وفتاق طب حطه في عينكو حصوة ملح هو ايه اللي تم صحيح الحادثة حصل لك انت والإجراءات حد تحبس من النيابة الشرطة مسكت النيابة حبست راح المحكمة خلال 48 ساعة نعمل ايه تاني هذا هو القانون ساعة ما تبقى انت آمن للقانون هتحس انك مش محتاج حاجة بلدك هتجيب لك حقك وخالص العزاء مرة اخرى لأسرة ما وان شاء الله يعني يكون نهاية سيلة دم اللي على الطرق يعني نتيجة يعني محتاجين وعي اكتر من كده علشان ولادنا وبناتنا من الموضوع ده قانون المرور حيعلم الناس الادم صحيح صحيح هنتكلم في دم نهاردة كمان يعني شوف ايه العقوبات اللي بتوصل لحد 50 الف جنيه دي احنا شايفين دي اقام لا غير السجن غير يعني في قانون قانون هنتكلم عنه براحتنا بعد شوية ان شاء الله تبا نان